اللهم إننا لا نطق في عملنا ولا نركن إلى كوتنا وإنما نطمع في كرمك وعفك ورحمتك اللهم لا تردنا خائبين معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي شايفين اللقطات الجميلة دي من فيلم كونغوف وباندا؟ ركزوا بقى في الأكلة اللي كان عندي فضول رهيب إن أنا أعرفها وأدقها فضلت وراها لحد معرفت إن هي أكلة صينية اسمها جاوتي أو دامبلينج أو بالعربي الزلابيا الصينية الأكلة تي بتكون عبارة عن عجين وجواء أسماك أو لحوم وممكن خضار طبعا ما كدبتش خبر وقلت أشارك معاكم التجربة والحد ما أنا بعمل التجربة دي دلوقتي أنا مش عارفة إذا كانت هتبقى حلوة ولا وحشة هتنجح معايا ولا لأ بنفكركم بالاشتراك في القناة وتعالوا نشوف مع بعض بتتعمل إزاي هعمل دلوقتي العجينة بتاعتي وهي بسيطة جدا بتكون عبارة عن مية ودقي وملح هعمل دلوقتي كمية بسيطة لإني لسه معرفش نتيجة هتكون إيه فاستخدمت كبايتين من الدقيق عليهم كباية من المية المية طبعا ما بنزلش بيها كلها أنا بنزل بيها تدريجيا لحد ما حس إن العجين بدأ يلم معايا طبعا كل نوع دقيق بيختلف حسب النوع التاني يعني ممكن أخد كباية المية كلها وممكن محتاجهاش نزلت دلوقتي بحوالي نص معلقة من الملح وهعجن فيها لحد ما يعني ألاقيها بدأت تكون متمسكة معايا هنزل بس بيها على الترويز علشان أعرف إن أنا أتحكم فيها أو أعجنها مش هتاخد مني عجن زي ما قلت لكم مش محتاجة أكتر من دقيقتين بس لحد ما تلم معايا وتكون بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده هاركنها بقى وحسيبها ترتاح لمدة حوالي خمس دقيق وهروح علشان أعمل الحشوة بتاعتي الحشوة دي اختياري ممكن أسماك لو متوفرة وممكن فراخ ممكن خضار ممكن لحوم أنا النهاردة لقيت عندي في الفريزر حوالي ربع كيلو من اللحمة المفرومة فقررت إن أنا أعملها بيها جبت اللحمة وحطيت عليها بصلايا كبيرة مفرومة وحنزل بشوية ملح وشوية فلفل وشوية قرفة الحشوة اختياري زي ما قلت لكم زي ما انتوا عايزين خلاص أنا هعجنهم مع بعض كويس قوي وبعد كده هروح علشان أجيب العجين بتاعي وأبدأ إن أنا أفرده وأحشيه هنزل بس الأول برشة من دي علشان يسهل معايا موضوع فرد العجين إن شاء الله التجربة الجاية أو المرة الجاية هتفادى اللي أنا عملته المراتي إن كان العجين بتاعي فيه سنة تلزيق صغيرة طبعا سنة التلزيق دي بتضايق شوية وأنتي بتفريدي العجين أو وأنتي بتحشيه أو وأنتي بتتعاملي معاه عموما ده حيكون طبعا عن طريق إن انتي حتزودي الدقيق سنة يعني مش عايزة العجينة يبقى فيها أي نوع من أنواع التلزيق معاي هي الحمد لله كانت كويسة ولكن المرة الجاية عايزاها تكون متماسكة معايا أكتر من كده فردت العجين ولو عندك قطع طبعا يكون أفضل لكن أنا آآ دورت عليها مش لقيها فاسترفت وجبت كوباية وبقيت أقطع بحرفها لكن كل مرة كنت بقطع فيها كنت بنزل بحرف الكوباية في كوب آآ يعني طبق من الدقيق علشان خاطر يسهل معايا موضوع آآ التقطيع يعني علشان يعني العجينة ما تلزقش فيه حرف الكوباية حلم العجين الزيادة ده كله وهبدأ ان انا عجينه من تاني آآ بسيط جدا زي ما قلتلكم النوع ده مش محتاج بصوا بصوا يا جماعة هو مش محتاج عجن كتير شفتوا كانت دقيق في سن التلزيق صغيرة ازاي لو الديق بقى كان اكتر من كده سنة ما كانش آآ يعني زهقني كده انا آآ قطعتها وعايزة للدوريات تكون بالحجم اللي انتو شايفينه ده مش كبير يعني قد تقريبا الواحدة بتاعة القطايف كده خدت العجينة الزيادة وبدأت ان انا افردها تاني علشان برضو عايزة آآ قطعها آآ دوريات نفس المقاس كده كده انا خلصت اتقطيع العجين بتاعي كله وهروح بعد كده علشان ابدأ مرحلة الحشو بقيت ااخد من اللحمة المفرومة كوارسوه لنا واحط جوه قطع من العجين آآ قطع من اللحمة المفرومة انا لما قلت نحط جواها اسماك كان قصدي مسلا سمك في ليه آآ جنبري الاسماك اللي هي طبعا ما بيبقاش فيها شوك قفلها بقى ده يعني من الحاجات الممتعة جدا جدا اعمليها بالشكل اللي انت عايزة هي ليها قفلة معينة بس طبعا انا يعني ممكن علشان اول مرة آآ فكنت بفتكس بصراحة مرة اعملها على شكل دايرة مرة اعملها على شكل وردة آآ مرة اعملها زي القطايف اقفلها زي القطايف كده مفيش اي مشكلة هي كده كده آآ يعني الاول ما بتستوي او اول ما بتنزل على البخار يعني ما تقلقيش ان هي هتفتح منك زي لسانبوسك مثلا والحشوة اللي بقواها تخرج آآ ده ما بيحصلش ابدا هقفل بقى الكمية اللي معايا كلها آآ بعد كده هروح علشان اسويها آآ الحقيقة هي المفروض الطريقة الصحبة بتاعتها ان هي بتستوي على البخار يعني عندك حلة بتاعة البخار تمام هتبقى حلوة قوي معايا ما عندك ايش ممكن تجيبي حلة فيها مية وتحطي فوقيها مصفة طب بالنسبالك لو التجربة سخيفة شوية بتاعت الحلة والمصفة والمية والكلام ده كله آآ شفت طرق كتير قوي ان انت بتجيبي آآ طاصة وبتحطي فيها آآ يعني آآ نقطتين زيت وبتنزلي بالعجين بس يعني اهم حاجة آآ تكوني ده طاصة زيت يعني بلاش نحط نقط لقي دهني لطاصة زيت خفيف. انا بس مش عايزة نقليها يعني مش عايزة الزيت يتحطي كانيرا بنقلي بطاطس. لا انا هدهني لطاصة زيت بحيث ان هي ما تلزقش معايا. آآ خلاص انا دلوقتي جبت الحلة بتاعة البخار ودهنتها مية. لما جربت حط واحدة شايفين ما كان النقطة اللي موجودة دي جربت حط واحدة من غير زيت لقيتها لزقت معايا. فعلشان كده مقول لكم لايزن ندهن زيت. بعد كده آآ نزلت بي الحلة دي. الفكرة دي حلية البخار يعني دي مصفة وتحتيها حلة فيها مية. زي ما قلت لك ينفع تأمليها في طاصة تفال. تحطي آآ زيت وبعد كده تحطي العجين بتاعك وبعد كده تحطي نصف كبايت مية او يعني اقل شوية وبعدين تغطيها. انا هنا نزلت بيها وآآ سبتها حوالي عشر دقايق. وبعدين آآ بدأت ان انا قلبها على الناحية التانية. ما بتاخدش وقت كتير في السوى زي ما قلت لكم عشر دقايق وبعدين قلبتها على الناحية التانية. وبعدين سبتها عشر دقايق تاني. وبعدين آآ هبدأ دلوقتي بقى ان انا اطلعها. آآ هما هناك بيكلوها في آآ كوريا والصين واليابان. بيكلوها مع السياسوس وبيحطوا عليها سمسم. آآ في دول العرب بيعملوا حاجة زي كده. آآ اعتقد بيسموها مانتو وبيكلوها مع الزبادي وبيكلوها مع آآ صلصة حرة عاملت بتاعة الكشة لكده ولكن بيكون عليها شطة. انا معرفش انا الحقيقة يعني كان عندي زبادي فقلت اجربها بالزبادي. بصراحة تعمها حلو جدا. وعجبت الولاد جدا جدا. وفعلا فعلا هي تجربة تستحق. آآ ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. وان شاء الله هنعملها مع بعض تاني. واشوفكم على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.